الوقت الذي تشهد فيه الجوالات الأخيرة من المحترف الأول موبيليس ندية وحماسا كبيرين لدى مختلف الأندية سواء تلك التي تلعب على اللقب أو تلك التي تسعى إلى تفادي السقوط للدرجة الثانية طفت للسطح مجددا ظاهرة تحويل اللاعبين قبل نهاية الموسم حيث دخلت العديد من الفرق سوق التحويلات قبل أوانه بغية استياد العصافير النادرة وخطف المواهب الساعدة ولكن ما يعاب على إدارة الأندية هو عدم احترامها للالتزامات في مفاوضاتها مع اللاعبين ما يتنافى أخلاقية اللعبة خاصة أن مثل هكذا تصرفات من شأنها أن تؤثر سلبا على اللاعبين فيما تبقى لهم من مشوار أنت لاعب ما زالوا في عقد ما زالوا في عقد معنا دي يظهر لينا من الأحسن ومن المستحسن عدم إعلان صفقة انضمامه النادي آخر علاش احتراما للنادي احتراما للنادي الذي يلعب به احتراما لأنصار النادي الذي يلعب به بلسك كادرين تكون طورة ضده ويتهي منه بالخيانة وعدم احترام لولفارك أنصح رؤساء الأندية الجزائرية أنصح مديري رؤية الأندية الجزائرية أنصح اللاعبين الالتزام بإخلاقيات المهنة الالتزام بإخلاقيات اللعبة احتراما للأنصار واحتراما لسومعة الفيرك واحتراما للولفيرك ظاهرة تحويل اللاعبين قبل نهاية الموسم حتى وإن لم تكن مقتصرة على الدور المحلي إلا أنها تعتبر نقطة سلبية تشهدها بطولتنا ما يطرح من جديد سؤال أين نحن من الاحتراف شكرا